اشتركوا في القناة لما تفضل به جلالة الملك المفدى في كلمته السامية التي هي محل اعتزاز وتقدير لدى جميع اهالي المحافظة الجنوبية بسم الله الرحمن الرحيم انه لشرف عظيم في هذه الايام المباركة وبالاصالة عن نفسي ونيابة عن جميع اهالي المحافظة الجنوبية الكرام ان ارفع اسم ايات التهاني والتبركات الى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه و الى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المواقر حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي الأهد نائب القاعد لعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك عاد الله عز وجل على مملكتنا العزيزة مملكة البحرين باليمني والخير والبركات كما يشرفني في هذه المناسبة أن أشيد بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إذ يعتبر تواصل جلالته الدائم مع المواطنين أعظم شرف لأهالي المحافظة الجنوبية الكرام ودلالة صادقة لما تحظى به المحافظة الجنوبية من مكانة رفيعة لدى جلالته فالأهالي جميعا يدينون بالولاء والإخلاص والوفاء لمقام جلالته الكريم فكلنا نبذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن والمواطنين وفق التوجيهات السديدة المباركة من لدن جلالته حفظه الله ورعاه إنه شرف كبير ونيابة عن أهالي المحافظة الجنوبية أن نشيد بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الوالد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه والجهود المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه وتولي سموهما مسؤولية إدارة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا من خلال القيادة والتوجيه لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس مثمنين في الوقت ذاته ما تقوم به الجهات الحكومية من جهود وإجراءات بدعم ومتابعة سموهما الكرام إن الكلمات تعجز لوصف جزيل شكرنا وعظيم امتناننا لما تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في الكلمة السامية لجلالته التي هي محل اعتزاز وتقدير لدى جميع أهالي المحافظة الجنوبية الكرام الذين يسطرون أروع الأمثلة في التلاحم والمشاركة والبذل والعطاء لتمضي مملكتنا العزيزة البحرين نحو البزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا مملكة البحرين الأمن والرخاء وأن يعود علينا هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا البحرين بخير وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته